الحكومة زي ما حضراتكم عارفين قدت اليمين أو حلفة اليمين الدستورية أمام فخمة الرئيس عبدالفتاح السيسي فيه تقرير مهم؟ خلونا نشوفه حول حلف اليمين هنطلع لفاصل وهنرجع نكمل الكلام قرر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 258 لسنة 2024 قرر يعين السيد الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد رئيساً لمجلس الوزراء أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الممهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيها يعين كل من السيد الدكتور خالد عاطف عبدالغفار محمد نائباً لرئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزيراً للصحة والسكان أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيها السيدة المهندس كامل عبدالهادي فرج الوزير نائباً لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيراً لوزارتي الصناعة والنقل أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيها الفريق أول عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيها السيدة الدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط وزيراً للتغطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيها السيد محمود توفيق عبد الجواد قنديل وزيراً للداخلية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيدة الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد عبد العزيز وزيراً للبيئة أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أراعي مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيدة الدكتورة عمر أحمد سميح طلعت وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أراعي مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيدة الدكتورة أشرف صبحي محمد حسين عامر وزيراً للشباب والرياضة أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيدة الدكتورة محمد أيمن أحمد عشور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيد محمد محمد صلاح الدين مصطفى وزيراً للدولة لإنتاج الحربي أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيدة الدكتور هاني عاطف نبهان سويلم وزيراً للموارد المائية والرأي أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيدة المهندس محمود مصطفى كمال عصمت وزيراً للقهرباء والطاقة المتجددة أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيدة الدكتورة منال عوض ميخايل أبو غطاس وزيرا للتنمية المحلية أكسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحده وتسلام الأراضي السيد أحمد أشرف علي كوجوك وزيرا للمالية أكسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحده وسلامة أراضيه السيد شريف فتحي علي عطية وزيرا للسياحة والأصار أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أراعي مصالح الشعب برعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحده وسلامة أراضيه السيدة الدكتورة مايا محمد عبد المنع المرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي أكسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أراعي مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراتي السيدة الدكتور شريف محمد فاروق علي مصطفى وزيرا للتموين والتجارة الداخلية أكسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أراعي مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراتي السيدة الدكتور بدر أحمد محمد عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج أكسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراتي السيدة المستشار عدنان فنجري أبو جبل حسين وزيرا للعدل أكسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراتي السيدة المستشار محمود فوزي عبد الباري عصر وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أكسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراتي شكرا السيد الدكتور أسامة السيد محمود محمد الأزهري وزيرا للأوقاف أكسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي السيد الدكتور سامح أحمد زكي الحفني وزيرا للطيران المدني أكسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي السيد المهندس شريف مجدي حسين أحمد الشربيني وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أكسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا عن النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي السيد علاء الدين فاروق زكي السيد وزيرا للزراع واستصلاح الأراضي أكسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي السيد المهندس محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال العام أكسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيد المهندس حسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية أكسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيد محمد عبد العزيز جبران عبد الحليم وزيرا للعمل أقسم بالله العظيم أن أحافظ مقلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيد الدكتور أحمد فؤيد عبد السلام هنو وزيرا للثقافة أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً عن نظام جمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أعرأ مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال وطن ووحدة وسلامة أقراضين السيد الدكتور محمد أحمد عبداللطيف رمضان سعد وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً عن النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيد المهندس كريم إبراهيم علي بدوي وزيراً للبترول والسروة المعدنية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مقلصاً على نظام الجمهوري وأن أحترم الدستوري والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه اشتركوا في القناة